للحديث أكثر إذن مشاهدين الكرام عن الأوضاع الاقتصادية التي يعيش العراق في ظل قلة أسعار النفط وهدر الأموال والإقلاق الذي يعيش العالم وأثار ذلك في المواطن مع نهاتفيا من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود إذن أستاذ خضير اللجنة الاقتصادية البرامانية أكدت أن الحكومة قد تعجز عن تأمين رواتب الموظفين في شهر حزيران المقبل هكذا توقعت إذا كانت حجة الحكومة هي قلة أسعار النفط إذن أين العقود الآجلة التي باعت بها النفط بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة لم يعد خافيا على أحد ما يعانيه الشعب العراقي من جراء الحكومات المتردية التي جاءت بعد الاحتلال في 2003 ولحد اليوم إنها حكومات لن يكن همها تحقيق أهداف الشعب العراقي وإنما الانصياع إلى الارتباطات الخارجية والإقليمية الذين ينتمون إليها فهم منذ المجيء ولحد الآن لم يكترثوا بما يحتاجه القطر العراقي من بناء تنموي أو تطويري وبقي الاعتماد بشكل كبير على النفط كمورد أساسي في تمويل الموازنات التقديرية للسنوات المتعاقبة كما أن هذه الثروات التي حددت في الموازنات كانت ثروات هائلة وكبيرة إذ أنها وصلت إلى حدود أكثر من 150 مليار دولار سنويا لبعض الموازنات وأغلبها كانت 100 فأكثر 100 مليار دولار إلا أن هذه الأموال التي استطاعت أن تحصل عليها الحكومات والتي تتجاوز التريليون دولار طيلة هذه الفترة هدرت في معارف شخصية وارتباطات مع قوة ليست لها أي رغبة في إنقاذ العراق مما يعيشه من ترد واضح في المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي وإنما كان الهم الأكثر لها تحقيق المعارف الشخصية والارتباطات مع القوى الخارجية وخصوصا دولة إيران ثم أنهم في تعاملهم مع الشعب العراقي كانوا يدعون بأنهم حركات إسلامية ومرتبطة بآل البيت بشكل خاص والشعب العراقي باعتباره شعب مؤمن فكان يصدق ما يقال له من هؤلاء ولذلك تنطبق عليهم ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى بقوله يخادعون بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم أيضا دكتور إخضير شركات نفط أجنبية في البصرة استغلت فرض حظر التجوال وطردت العمال العراقيين يعني ما الآثار المترتبة على هذه الإجراءات وغيرها بحق العمال والموظفين أيضا العراق منذ الاحتلال ولحد الآن يعيش ظلما تعسفيا في كل أوصاله وليس ما يحصل الآن إلا حلقة من حلقات التعامر على هذا الشعب المظلوم الذي رزخ تحت ويلات هؤلاء الفاسدين من العملاء والمرتبطين بحركات ليست لها أي صلة بالبعد الوطني الذي اجتاح العراق وأدى إلى تأذيم كل ما يتعلق بشؤونه المختلفة بذلك نجد أن تسريح هؤلاء العاملين نتيجة تعرضهم لمرض كورونا زاد الطين بل على الشعب العراقي وأدى به إلى كثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي ستنوء بحملها هذه الحكومات المترحلة وحكومات المحاصصات الطائفية والتي تأتي بما لا يستحق أن يكون في منصب قيادة لهذا البلد العظيم إذن دكتور أخطير في ظل هذه السياسات الاقتصادية والمالية المتخبطة التي اتخذتها وتتخذها الحكومات المتعاقبة في دارة الملف الاقتصادي كيف ترى مستقبل الاقتصاد العراقي هل هو ذهب إلى الإفلاس؟ بالتأكيد هذه الحالة ستكون حالة قائمة حتما في ظل ما نراه من فساد كبير في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية في العراق واستحواذ المحاصصات بين القوى التي تتحكم برقاب العراقيين وليس الأمر ببعيد على أن يتم إفلاس الاقتصاد العراقي أو بالأحرى ستؤدي هذه الحكومات إلى الكثير من الاقتراب من صندوق النقب الدولي أو البنك الدولي وسيرهن كل عراقي بمستقبله لهذه المنظمات الدولية التي ستستحوذ على ثروات على الثروات النفطية في العراق وعلى تكبيل أبناء الشعب العراقي بقيود لا يستطيع أن يتخلص منها لعقود زمنية قادمة شكرا جزيلا سيد دكتور خضير كظم حمود الأكاديمي والخبير الاقتصادي من عمان